شكلت المقاومة الثقافية في موريتانيا ملمحا هاما لرفض التعاطي مع الغزاة الفرنسيين حتى بعد عقود من استقرار الوضع للإدارة الفرنسية وتعود السكان على الإدارة وتعاطيهم معها بشكل سلمي بعد العقود الأولى من القرن التي عرفت رفضا مسلحا لهذا الوجود وشكلت المدرسة الفرنسية أبرز مجالا للاحتكاك بالمجتمع ولذلك عكست التقارير الإدارية للتربويين الفرنسيين جانبا هاما من تمنع السكان في مختلف الأقاليم عن الاندماج في التعليم الفرنسي بذرائع متعددة وفي كثير من الأحيان بدلت الإدارة الفرنسية جهودا مضنية لإقناع السكان بجدول مدرسة الفرنسية واستخدام إغراءات متعددة مادية ومعنوية من أجل نشر التمدرس يقول تقرير إداري فرنسي كتب في العام 1902 وجدنا شعبا له ماض من الأمجاد والفتوح لم يغيب عن ذاكرته بعد ومؤسسات اجتماعية لا نستطيع أن نتجاهلها وهكذا عمدت السلطات الاستعمارية إلى فرض حصار ثقافي على البلاد عززته بإنشاء المدرسة الفرنسية ووضعها في مواجهة مع المحضرة والتعليم العربي المنتشر في الأحياء البدوية يقول الحاكم الفرنسي لموريتانيا إن المقاومة الإسلامية لنمو نفوذنا عن طريق التعليم الفرنسي بدت مقاومة صلبة ويضيف قائلا وهكذا انتصب في مواجهتنا عدو قديم وقوي وهو تعليم المحاضر وللتغلب على هذا المنافس القوي تعين انتهاج سياسة مدرسية حكيمة وفي العام 1950 كتب مفتش فرنسي يقول بعد جولة قام بها في الحوض إن البيضان يخيبون الآمال إنهم لا يظهرون أي اعتراض على التعليم النظامي ولكنهم بذرائع مختلفة يتهربون منه أو يتهاونون به تهاونا كبيرا ويوصل مفتش الإدارة بعدم الاعتماد على تفهم السكان للمدرسة فلابد من دعاية ذكية وضغط الإدارة لا يزال ضروريا ترغيبا وترهيبا إن اقتضى الأمر وعلى العموم رفض السكان في المناطق الموريتانية المختلفة المدرسة الفرنسية مما نتج عنه تأخر كبير للبلاد مقارنة بمدارس المستعمرات الإفريقية الأخرى وعلى سبيل المثال فقد قدرت نسبة تلاميذ المدارس في موريتانيا في العام 1932 بـ 1.1 من الأطفال مقابل 7.3% لعموم المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا